أشاد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بما حققت مملكة البحرين من نهضة حضارية شاملة بقيادة جلالة الملك المعظم وهو ما عزز من حضورها الفعال في مختلف المجالات على المستوى الإقليمي والدولي كما أشاد بدعم جلالته للعمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الدول والحفاظ على أمنها واستقرارها وأن السياسة الخارجية المتزنة لجلالة الملك المعظم وضعت اسم البحرين على الخارطة العالمية وهو ما عكسته الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من سياسات وبرامج فاعلة جاء ذلك بمناسبة اختتام أعمال مؤتمر إطلاق وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي الذي نظمه البرلمان العربي بمشاركة عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية واستضافته المملكة يومي الأول والثاني من يونيو الجاري برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب اشتركوا في القناة